الأم قصة قصيرة للكاتب الروسي مكسيم جوركي يقرأها عليكم إزار طاها حاج أحمد فلنرفعنا أصواتنا تمجيداً للمرأة الأم ينبوع الحياة المنتصرة على الدوام الينبوع الذي لا ينضب له معين هذه قصة تيمور لانك الصواني القلب النمير الأعرج كما يلقبه الكفار قصة صاحب كيراني الفاتح المحظوظ والرجل الذي نشد تدمير العالم بأسره لقد جاب الأرض طوال خمسين عاماً ساحقاً للمدن والدول بعقب رجله الحديدية مثل ما تسحق قدم الفيل قرية من قرى النمل فتدفقت في طريقه أنهار من الدم الأحمر في كل حدب وصوب وشيد أبراجاً سامقة من عظام الشعوب المغلوبة لقد دمر الحياة لقد نافس بقوته قوة الموت لأنه كان يثأر منه لوفاة ابنه جهانجير كان رجلاً شاحب الوجه رهيباً وكان ينتوي أن يسلب المنية غنائمها جميعاً كيما يهلكها آخر الأمر جوعاً ويأساً ومن ذلك اليوم الذي توفي فيه ابنه جهانجير وقابل سكان سمرقند قاهر الجوت الأشرار المرتدون ثياباً سوداء وزرقاء وقد ذروا الغبار والرماد على رؤوسهم من ذلك اليوم إلى تلك الساعة التي قهرته فيها المنية أخيراً في أوتراب بعد ثلاثين عاماً لم يبتسم تيمور ابتسامة واحدة عاش مطبق الشفتين شامخ الرأس موصد القلب تجاه كل عاطفة طوال ثلاثين عاماً فلننشدن تسابيح التمجيد للمرأة الأم القوة الوحيدة التي يحني الموت رأسه أمامها في التضاع فلنروين هنا النبأ اليقين عن الأم وكيف حنى خادم الموت وعبده تيمور لانك الصواني القلب ولعنة الأرض الدموية رأسه لها كان تيمور لانك قد أقام احتفالاً في وادي كنيجولا الضريف المتوج بسحب من الورد والياسمين الوادي الذي أطلق عليه شعراء سمرقند اسم وحدة الأزهار وكانت منائر المدينة الكبيرة الزرقاء وقباب المساجد الزرقاء أيضاً تلوح للناظر من هناك إن خمسة عشر ألف خيمة دائرية انتشرت في ذلك الوادي على شكل مروحة كأنها خمسة عشر ألف زهرة خزامة وخفقت فوق كل خيمة اتل زهور حية مئات الرايات الحريرية في مهب النسيم في الوسط نهضت خيمة جوروغان تيمور أشبه بملكة بين أفراد حاشيتها كانت مربعة الزوايا طول كل جانب منها مئة خطوة وارتفاعها ثلاثة رماح ووسطها مدعوم باثني عشر عموداً من الذهب كل واحد منها يبلغ ثخانة رجل من المحاربين وكانت قبة زرقاء شاحبة تتوج تلك الخيمة في حين كانت جنباتها مصنوعة من حرير مقلم بالألوان السوداء والصفراء والزرقاء وكان يثبت الخيمة إلى الأرض خمسمائة حبل قرمزي لمنعها من الانطلاق في السماء وقد انتصبت عند زواياها الأربع أربعة نسور من الفضة وتحت القبة على دكة نصبت وسط الخيمة جلس النسر الخامس ملك الملوك القهر تيمور جوروغان أو تيمور لانك كان مرتدياً ثوباً حريرياً فضفاضاً سماوياً لون مرصعاً بالآلئ بخمسة آلاف لؤلؤة كبيرة ولا أكثر وتستريح فوق حاجبيه المروعين الأشيابين قلنسوة بيضاء مستدقة في قمتها ياقوتة تتمايل إلى الأمام والخلف مثل عين محتقنة بالدم تراقب العالم وكان وجه الفاتح الأعرج أشبه بسكين عريضة الشفرة أصدأها الدم الذي أغمدت فيه آلاف المرات وكانت عيناه فتحتين ضيقتين لا تخطئان شيئاً بريقهما أشبه ببريق الزمرد البارد أحب الجواهر إلى قلب العرم وهو يشفي الأمراض التي لا شفاء لها وكان يتدلى من أذنيه قرطان مياقوت الروماني يضارعان في اللون شفتي عذراء بارعة الجمال في أرض الخيمة على سجاد رائع الروعة كلها انتصبت ثلاثمائة جرة ذهبية ملأة بالخمور وكل ما يليق باحتفال ملكي وجلس الموسيقيون وراء تيمور ولم يجلس أحد إلى جانبه وأما عند قدميه فجلس أنسباؤه وجماعة من الملوك والأمراء والزعماء وكان أقربهم إليه جميعاً كيرماني المخمور الشاعر الذي سأله تيمور ذات يوم يا كيرماني بكم تشتريني يا كيرماني أو عرضت في السوق للبيع بكم تشتريني فأجابه قائلاً بخمسة وعشرين محارباً فقال تيمور مشدوهاً ولكن حزامي وحده يساوي هذه القيمة فرد عليه كيرماني مجيباً إنما كنت أفكر في حزامك في حزامك وحده فأنت نفسك لا تساوي قرشاً واحداً هكذا خاطب كيرماني الشاعر ملك الملوك ورجل الهول والشر ألا فليرفعن مجد الشاعر صديق الحقيقة فوق مجد تيمور لانك أبداً دهر ألا فلنسبحن بمجد الشعراء الذين يعرفون غير إله واحد كلمة الحقيقة الجميلة التي لا تهاب أحداً ذلك هو إلههم إلى آخر الدهور وهكذا فيما كان المرح وذكريات المعارك والانتصارات قائمة على قدم وساق وفي غمرة الموسيقى الصاخبة والألعاب الشعبية الجارية تجاه خيمة الملك حيث جماعة لا يحصى هددها من المجان مختلفين الألوان يقفزون إلى الأعلى والأسفل وحيث الرياضيون يسترعون ويتلاكمون والبهلوانيون ينثنون ويتقلبون بصورة توقع في روع المرء أن أجسادهم قلو من العظام وحيث سيوف المقاتلين المتصالبة تتكشف عن براعة لا تضارع في فن القتال وحيث كانت تمثل مشاهد مع الفيلة المصبوغة بالأحمر والأخضر بعضها يصب الرعب في القلب وبعضها الآخر يبحث على الضحك في تلك الساعة البهيجة التي زجاها تيمور مع رجاله الذين أسكرهم الخوف منه والتفاخر بأمجاده وأهلكهم الكلال من الانتصارات والإسراف في معاقرة الخمرة في تلك الساعة الضارية انطلقت صيحة امرأة مدوية وسط الجلبة والفوضى على حين فجأة مثل ما ينطلق خط من البرق في ملء ركام من السحب وبلغت أذني قاهر السلطان بيازين كانت صرخة مألوفة لديه متناغمة الجرس مع روحه الجريح روحه التي أثخنها الموت فهي قاسية على الأحياء أصدر أمره إلى رجاله بالتحري عن مصدر ذلك الصوت الحزين فأخبروه أن امرأة مخلوقا مجنونا تتسربل بالغبار والأسمال أقبلت تطلب باللسان العربي أجل تطلب أن تراه هو المهيمن على ثلاثة من أطراف المعمور أمر الملك جئني بها وهكذا وقفت أمامهم رأة حافية القدمين في يابها الممزقة المهترئة نصلت ألوانها بفعل الشمس وشعرها الأسود مرخي الضفائر يغطي صدرها العاري ووجهها بلون البرونز وعيناها تشعان صلفا وكبرياء لم ترتجف يدها السمراء الممدودة إلى الفاتح الأعرج نبرت مستفسرة أأنت من قهر السلطان بيازيد أجل قهرته وقهرت كثيرين سواه أيضا ولم تمل نفسي الفتوحة إلى الآن فماذا تخبرينني عن نفسك يا مرأة قالت أعرني سمعك فمهما قدر لك أن تفعل لن تعدو أن تكون رجلا أما أنا فأم أنت تخدم الموت وأنا أخدم الحياة وقد أثمت في حقي ومن أجل ذلك جئت أسألك التكفير عن جريمتك أخبروني أن شعارك هو في العدل تكمن القوة ولست أصدق هذا يتعين عليك أن تكون عادلا معي لأنني أم كان الملك من الحكمة بحيث استشفى القوة الكامنة وراء هذه الكلمات الجريئة فخاطب المرأة قائلا استريحي وتكلمي وسأصغي لك اتخذت المرأة لنفسها مجلساً على السجادة بين حلقة الملوك الخاصة وانثالت ترويح حكايتها أنا من مقاطعة ساليرنو من أحد أسقاع إيطاليا البعيدة أنت لا تعرف تلك الديار كان والدي صياداً وكان زوجي صياداً هو الآخر كان جميل الجمال كله مثل الرجال السعداء جميعاً وكنت أنا من منحه تلك السعادة وكان لي ولد أيضاً هو أروع الصبيان في العالم كله فتمتم المحارب العجوز مثل ولدي جهنجير واستطردت المرأة يا أجمل الأولاد وأكثرهم برعة كان في السادسة من عمره عندما هبط جماعة من قراصنة الشرق على شواطئنا فقتلوا والدي وزوجي وعديداً من الرجال الآخر وحملوا ولدي معهم فأنا أبحث عنه منذ أربع سنوات كاملة وها هو ذا الآن عندك أنا أعرف ذلك جيد لأن رجال بيزيد أسروا القراصنة وقهرت أنت بيزيد واستوليت على جميع ممتلكاته يجب أن تعرف أين ولدي يجب أن ترده إلي ضحك القوم جميعاً وقال الملوك الذين يعتبرون أنفسهم حكماء على الدوام هي مجنونة وهذا ما قاله أيضاً أخدان تيمور من أمراء وزعماء وقد غلب عليهم الضحك وحده كيرمان الشاعر حدق في المرأة مكتئباً في حين رنى تيمور لانك إليها مشدوهاً قال كيرمان المخمور في رفق هي مجنونة مثل ما تكون الأم مجنونة وقال الملك عدو السلام يمرأ كيف جئتي إلى هنا من تلك البلاد المجهولة عبر البحار والأنهار والجبال وعبر الغابات والأضغال كيف أن الوحوش والرجال الأشد ضراوة في أغلب الأحيان من أكثر الوحوش ضراوة لم يتعرضوا لك كيف استطعتي أن تضربي في الأرض وحيدة من غير سلاح وسلاحه الصديق الأوحد للضعيف الصديق الأوحد الذي لا يخون صاحبه مادام يجد القوة التي تمكنه من استخدامه ينبغي أن أعرف ذلك كيما أصدقك وكيما لا يحول عجبي دون فهم ما تقولين ألا فلنرفعن أصواتنا تمجيدا للمرأة الأم هذه التي لا يعرف حبها العقبات والتي غدى ثدياها العالم بأسره فكل ما هو جميل في الإنسان لا يعد أن يكون مستمدا من أشعة الشمس ومن حليب أمه وذلك هو ما يشرب نفوسنا حب الحياة أجابت المرأة لم أجد في تجوالي غير بحر واحد فيه جزر كثيرة وسفن صيد وحين يسعى الإنسان وراء مخلوق حبيب إلى قلبه تنقاد له الريح دائما ومن يبصر النور ويكبر على ساحل البحر يستهن السباحة في الأنهار والجبال أنا لم أصادف شيئا منه فقال كرمان المخمور في طرب الجبل ينقلب واديا في عين من يعمر الحب قلبه واستتلت المرأة قائلة كان ثمة غابات أجل ولقيت خنازير برية ودبابة وثيرانا مخيفة أحنت رؤوسها وتطلعت النور إلي مرتين بعيون مثل عينيك ولكن لكل حيوان قلبا وتحدثت إلي الوحوش مثل ما أتحدث إليك وصدقتني حين أخبرتها أنني كنت أما فمضت في سبيلها ترسل الزفرات رثاء لي أفلا تعلم أن الحيوانات أيضا تحب أولادها وتعرف كيف تقاتل من أجل حياتها وحريتها مثل ما يقاتل البشر تماما فقال تيمور جميل كلامك يا مرأة وغالبا ما تحب الحيوانات وأنا أعرف ذلك جيدا تحب في قوة وتقاتل في عناد لا يرقى الرجال إليها فأردفت المرأة تقول وكأنها طفل ذلك أن كل أم هي في الحقيقة طفل كبير طفل مضاعف مئة مرة في حنو القلب الناس الناس دائما أطفال في نظر أمهاتهم ذلك أن لكل إنسان أم وكل إنسان هو ولد أم من الأمهات حتى أنت أيها الرجل الشيخ والدتك امرأة في استطاعتك أن تنكر الإله إنما ليس في استطاعتك أن تنكر هذه الحقيقة أبدا الدهر فهتف كرماني الشاعر الذي لا يهاب قول رائع يمرأة قول رائع فالثيران لا يمكن أن تنجب عجولا والورد لا يزهر من دون الشمس وليس ثمة سعادة من غير حب ولا حب من غير امرأة ولا شعراء أو أبطال من غير أمهات وعقبت المرأة قائلة رد لي ولدي فأنا أمه وأنا أحبه ألا فلننحني للمرأة التي أنجبت موسى ومحمدا ويسوع النبي العظيم فلننحني لها هي التي تنجب من دون ما تعب عظماء الرجال فأرستو ابنها والفردوسي وسعدي الحلو كالشهد وعمر الخيام الشبيه بالخمرة المنزوجة بالسم والإسكندر وهم روس الأعمى هؤلاء جميعا أبناؤها رضعوا حليبها فقادت كل منهم ممسكة بيده إلى العالم حينما كانوا صغارا كأزهار الخزامة إن فخر العالم بأسره منبثق من الأمهات واستغرق مدمر المدن الأشيب النمر الأعرج تيمور في تفكير عميق وبعد صمت طويل قال للذين التفوا حوله أيها الرجال اسمعوا قول تيمور أنا خادم الله تيمور أقول ما ينبغي أن يقال هكذا قضيت حياتي لأن الأرض تحت قدمي طوال سنين عديدة وقد سلخت ثلاثين عاما وأنا أدمر حصة الموت ثأرا منه بوفاة ولدي جهنجير وإطفائه شمس قلبي لقد قاتل الرجال ضدي في سبيل الممالك والمدن ولكن أي منهم لم يقاتلني يوما في سبيل الإنسان ولم يكن للإنسان في نظري أي تقيمة في يوم من الأيام ولم أدرقت من هو ولماذا يقف في سبيلي لقد كنت أنا تيمور من قال لبيازيد حينما هزمته يا بيازيد ينبغي أن تكون البلاد والمخلوقات لا شيء في نظر الله لأنه كما ترى جيدا يسمح لأمثالنا أنا الأعرج وأنت الأعور أن نهيمن عليها هذا ما قلت له وأنا أرنو إليه مسربلا بالبلاء لقد بدت الحياة في تلك اللحظة مريرة مثل الشيح عش بالدمار والخراب أنا خادم الله تيمور أقول ما ينبغي أن يقال ها هنا أمامي تجلس امرأة واحدة من عشرات الآلاف استطاعت أن توقظ في روحي مشاعر لم تقدر لي معرفتها من قبل قط إنها تتحدث إلي حديثا ند للند فلا تتوسل أو تترجى ولكنها تأمر وأنا أرى الآن أنا أفهم الآن سر قوة هذه المرأة الجبارة إنها تحب ولقد علمها الحب أن طفلها هو شرارة الحياة التي تستطيع أن تلهب الشعلة مدى أجهال عديدة ألم يكن الأنبياء جميعا أطفالا ألم يكن الأبطال جميعا ضعافا إيه يا جهنجير يا ضوء عيني لعله كان مقدرا لك أن تنير الأرض أن تزرعها سعادة أما أنا والدك فقد أغرقتها بالدم فغدت سمينة سمينة وران صمت مرة أخرى على جلاد شعوب ثم عاود الكلام قائلا أنا خادم الله تيمور أقول ما ينبغي أن يقال يجب أن ينطلق في الحال ثلاثمائة فارس إلى أطراف ملكي ويجب أن يعثر على ولد هذه المرأة وسوف تنتظر هي هنا وأنتظر أنا معها والفارس الذي يعود أدراجه حاملا ولدها على ظهر حصانه يحظى بفوز عظيم أنا تيمور أقول ذلك ألتكلمت جيدا يا امرأة فردت المرأة رأسها إلى الوراء مبعدة شعرها الأسود عن وجهها وابتسمت قائلا لقد أحسنت الكلام أيها الملك ونهض ذلك الشيخ المهول وانحنى لها في صمت وهنا أنشد كيرماني الشاعر المرح في ابتهاج عظيم أي شيء أجمل من أشودة النجوم والأزهار جميعنا نعرف الجواب إنها أغنية الحب أي شيء أنظر من أشعة شمس الظهيرة في أيار إن المحب يجيب إنها الفتاة التي أحب آه حلوة حلوة هي النجوم في سماء منتصف الليل وجميلة هي شمس ظهيرة الصيف لكن عيني حبيبتي أبهى من الأزهار جميعا وابتسامتها أرق من شعاعات الشمس والطف إن أجمل الأغنيات لما تنشد أغنية بداية كل شيء على وجه الأرض أغنية قلب العالم ذلك القلب السحري الخافق في صدر من نسميها على هذه الأرض أمّا وقال تيمور لشاعره أحسنت يا كرماني الله لم يخطئ حينما اختار شفتيك لتمجيد حكمته فأجابه الشاعر النشوان الله نفسه شاعر عظيم وابتسمت المرأة وابتسم الملوك والأمراء والزعماء كانوا جميعا أطفالا وهم يحدقون إليها إلى الأم هذا كله حقيقي كل كلمة وردت هنا هي الحقيقة فأمهاتنا يعرفنا اسألوهن يجبنكن بلى هذا كله حقيقة خالدة نحن أقوى من الموت نحن اللواتي نأتي إلى العالم أبدا الدهر بحكماء وشعراء وأبطال نحن اللواتي نبدر فيه كل ما يجعله عظيما اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر